نهار ده يوم الاثنين الحقيقة يعني الأسطورة بتقول أن يوم الاثنين بيكون أسحب يوم في الأسبوع فخلونا دلوقتي نروح لدينا عشان تعرفنا على آخر أخبار المرور النهاردة دينا الصباح الخير عليك صباح الخير يا جمانة والصباح الخير وسعادة على كل مصريين فعلاً دلوقتي الناس بتبدأ تنزل خاصة يوم الاثنين بتبدأ يعني الزحمة في الشوارع شوية والأخبار دلوقتي فعلاً هاخدكوا في جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات ودلوقتي فعلاً زي ما بنقول للناس بدأت تنزل فهناخد بالنا أن فيه ظهور تباطئ في حركة المركبات وكثفات متحركة للمركبات بشتى أنواحها وبالتزامن مع التوجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم وكمان الطلاب إلى المدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات على طرق وسط تبركز الخدمات المررية اللازمة لمتابعة حركة السيارات ويكون خلال أوقات الظروة للزحام المروري على مدار اليوم بالكامل هنبدأ معاك وجولتنا من القاهرة وتحديداً من كبري أكتوبر المتجه لمنطقتين رمسيس وغمرة هنلاقي فيه سيولة مرية أما اللي مكمل أعلى الكبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثفات بسيطة ولو هنروح لمصر الجديدة وتحديداً شارع الخليفة المأمون في تقطع كبري الأوبة هنلاقي هناك كثفات مرية مكملة لحد منشية الجمل وكبري أبو وفيا هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكبري تحية مصر ولي بيشهد سيولة مرية هندخل الكورنيش هنلاقي بعض الكثفات والغير مؤثرة ولو تابعنا لشارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثفات مرية نسبية في الوقت الحالي وهنفضل مكاملين على كبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثفات المرية مكاملين معك وجولتنا بشوارع الجيزة وهنبدأ جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثفات مرية ده كمان بسبب غوق الشارع في الاتجاهين مسافة تصل إلى 500 متر ده بسبب أعمال إنشاء خط المتر الرابع والكثفات بتزيد مع ساعات الظروة الصباحية محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في كثفات مرية للمتجه إلى ميدان لبنان بتقلي عندنا دي الزمالك ونقع عند كمان كبري 15 مايو بنسبة المتجه إلى 6 أكتوبر في سيولة مرية على المحور وبنسبة المحور صفت لبن ففيه كثفات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة وحابين نعرف حضراتكم إن فيه إجراء غلق جوزئي لطريق السياحي بواقع 3 حرات مرية بكل اتجاه بالتناول في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطع مع الطريق الدائري محور المهيب من أعلى طريق المنصرية ودي حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الوحاة وده بسبب أعمال الصيانة ورفع الكفاءة نروح معاكم لمحافظة القليبية ولو أخذنا الطرق في منطقة شبرى الخيمة هللاقي فيه كثفات مرية في الشارع الجديد وعند كبري عرابي ده بسبب الذهاب إلى المدالس أما المؤسسة ففيه كثفات بسيطة عند النفق وعند مستشفى النيل التأمين الصحي الطريق الزراعي فيه كثفات مرية بالقرب من الدائري بسبب أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المنطقة أما القادم من شبرى بنها ومتجه إلى منطقة شرق قاهرة بيفضل أنه يسلك محور الفريق العصار حتى مصر الجديدة ومدينة نصر ومكاملين معاكم جولتنا المرية ونروح بورسعيد وتحديدا من شارع أوجينة هنلاقي كمان في سيولة مرية ولو كمنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع وبكده انتهت معاكم جولتنا المرية النهاردة وحبينا انطمن حضاتكم عن شوارع القاهرة الكبرى وكمان محافظات مصر المختلفة هرجع مرة تانية لجومان عشان نبدأ معكم فقرات صواخية